انطلقت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وانطلقت معاها المواجهات والمباريات والتحديات بعستنا المصرية في اليوم الأول كنا مستنين منهم نتائج إيجابية لكن هي دي الرياضة ده واقع الرياضة اللي لازم كلنا نعترف به رياضة يعني غالب ومغلوب خاسر وفايز لعبتنا اللي شاركوا في اليوم الأول ما توفقوش هارد لك يا أبطال إن شاء الله المستقبل قدامكم طويل مليان فرص بإذن الله حتحققوها أو حد يحبطكم أو يقلل من شأنكم أو حتى يقلل من قدراتكم الرياضية عملته اللي عليكم لسه البطولة مستمرة ولسه كمان بطولات وكرنافالات رياضية كتير مستمر اليوم الأول من انطلاقة كرنافال باريس أعتقد أنه مش لازم يبقى مقياس قوي ولو هو مقياس لازم نحط في حسابنا أنه لسه فيه أبطال تانين عندهم مواجهات وعندهم مباريات قوية في الأيام الجاية الامبياد مخلصي وإن شاء الله حنفرح خلال الأيام الجاية لأن بعثتنا كبيرة ومليانا لعبين ولعبات من مختلف الرياضات الفردية والجامعية طبعا عندهم طموح وعندهم إسرار غير مسبوء إنهم يحققوا فرحة المصريين وعايزين ناخد بالنا من ضغوط السوشيل ميديا ولازم نبقى عارفين إن فيه تأسيم يا محمد للعبين يعني أي بعثة في العالم مش بس بعثتنا الرياضية بيبقى فيها أنواع من اللعبين اللعبين الأقرب للتأهل واللعبين اللي احنا عاملين حسابنا في ميداليا ليهم الأقرب للتأهل واللعبين رايحين يزودوا مهاراتهم لعشان مستقبل اللعبة وعشان يزودوا الاحتكاج فده طبيعي جدا بيحصل في كل البعض زي ما أنت بتقول يا محمد طبيعيه كمان اليوم الأول مش مقياس لسه أيام البطولة جاية ولسه فيه كمان فرص كبيرة جدا أمام أبطالنا ربنا يوفق كل الأبطال اللي بيقدموا كل اللي عليهم يعني كلهم فعلا عندهم مليانين كده حماس وفي عيونهم إصرار وعزيمة وطموح إن هم يرفعوا عالم بلدهم في أولمبياد باريس 2024 في كل الأحوال عندنا برضو نتائج مبشرة وقوية جدا حصدناها مبارح شفنا ده مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم اللي خلاص قرب ينتزع بطاقة العبور لربع نهائي أولمبياد باريس بعد يفوزوا على أسباكستان في منافسات الجولة التانية لدور المجموعات شدوا حلكوا يا أبطال مستنين إن شاء الله ميداليا أولمبية فريق متميز يعني مكتمل العناصر شفنا مباراة كويسة جدا مبارح كل التوفيق للمنتخب الأولمبي المصري المشارك في أولمبياد باريس 2024 عايزة أحكي لك يا محمد وعايزة أحكي للمشاهدين مبارح وإحنا بنتابع مباراة منتخبنا الأولمبي لليد أنا كنتش في البيت فكنت في العربية وكنت بس مع التعليق في الراديو أنا الواحد قاعد عمالي أتخيل الملعب وأتخيل اللعبين هم رايحين جايين كانت مباراة حماسية جدا فاز طبعا فيها منتخبنا مبارح على منتخب المجر في المباراة كانت مباراة قوية ولعبتنا عمل وفعلا جيم حلو جدا كانوا فعلا القوة والحماس والإصرار ظهرين معاهم ربنا معاكم يا رجالة في اللي جاي وإن شاء الله تفرحونا وتبسطونا في كل مواجهاتكم زي ما عودتونا وفرعتونا في البطلات الدولية اللي سبقوا شاركتوا وعودتونا إنكم تنجحوا فيها يعني مصر طبعا متميزة في ألعاب كتير أولمبية يعني الخماس الحديث الكاراتي التايكوندو يعني مصرعة رومانية كمان نفتكر آخر دورة في توكيو 2020 مصر حصدت ست ميداليات في الألعاب الفردية فاحنا عندنا منطقة كده تميز وتفرد في هذه الألعاب بالراهن طبعا على ميداليات إن شاء الله يحصدها أبطلنا اللي حيشرفونا ويرفعوا عالم مصر في أولمبيات باريس قبل ما ننسى برضو عايزين نشاور على لاعب المنتخب المصري في رياضة التجديف عبدالخالق البنة عبدالخالق البنة اتأهل لربع نهائي منافسات الفردي إن شاء الله عبدالخالق تحقق نتيجة إيجابية وقوية في المنافسة الجاية ربنا معاك كلنا كمصريين بندعي لك بتمتلك مهارات متميزة وإن شاء الله تحصد ميدالية في أولمبيات 2024 احنا بندعي لفريقنا وبندعي لبعثتنا إن شاء الله ننبسط وإن شاء الله نشوف رياضة كويسة وإن شاء الله نزود الترتيب بتاعنا على المستوى العام بصفة عامة صباحكم زي الفل صباح الخير يا مصر